كيمي بادنوك أنهت السباق لصالحها رغم أنها اكتفت خلال حملة زعامة حزب المحافظين بالحديث عن النهج العام لسياساتها عكس منافسها روبرت جينيك الذي أعلن عن سياسات مفصلة لكن كيمي بادنوك مطالبة بالنجاح في مهمة دقيقة وعاجلة تتطلب الإفساح عن كل التفاصيل هي توحيد صفوف الحزب وإنقاذه وتقوية حضوظه في الفوز بالانتخابات المقبلة في الحقيقة كل شيء يتوقف على ما يمكن أن تفعله الزعيم الجديد للحزب الآن من بين الأسباب وراء أدائنا السيء للغاية في الانتخابات الأخيرة هو أنه لم يكن أحد ملتفا حول الزعيم السابق ليتشي سوناك كان لدينا خمس طوائف مختلفة داخل الحزب ووجهات نظر مختلفة وأسالي مختلفة في العمل فضلا عن الصراعات الداخلية والفوز بالانتخابات لا يتطلب أبدا هذا الوضع الانتخابات تريد انضباطا وتصميما ورؤية واضحة ثلاثة أفكار أطلقتها الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين أنه يتوجب على الحكومة أن تكون أقل تدخلا في الحياة الاقتصادية وأن تخفض الضرائب وأن تبذل مزيدا من الجهد لدمج المهاجرين وكما يرى عدد من المراقبين لا يمكن تجاهل أوجه التشابه بينها وبين المرأة الحديدية مارغريت تاتشر فكيني بادنوك تشتهر بأنها امرأة شجاعة ومتمردة تتمتع بعقل هادئ وعقلاني وتحليلي ولكنها من وجهة نظر منتقديها تميل إلى التحدث أولا ثم التفكير لاحقا ما وجدته في الزعيمة الجديدة للحزب هي ملامح الشجاعة والقناعة التي رأيتها في مارغريت تاتشر عندما التقيتها لأول مرة عام 2005 وأعتقد أن كيني بادنوك كما قلت لها قبل أيام لديها مستويات ممثلة من الشجاعة والنزاهة والقوة لمواجهة الحكومة العمالية وإحياء رصيد حزب المحافظين يجب أن ننتظر لنرى كما يقول البعض إن كانت الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين ستتجه به نحو اليمين أم أنها ستبقيه حزبا وسطيا في كل الأحوال فهي مطالبة بإدارة يومية لدور المعارضة داخل البرلمان وهي برأي البعض الآخر مهمة روتينية مجحفة عندما يكون الحزب خارج السلطة لقنوات أبو ظبي كمال علواني لندن